أسماء المصابين والمتوفين بحادث اندلع حريق في شقة سكنية بأسوار لقى ثلاث أشخاص مسرعهم وصيب أربعة أشخاص آخرين في حادث اندلع حريق بشقة سكنية داخل منطقة السيل بمدينة أسوار وكانت ضمت قيمة أسماء المصابين مارينة عاطف مسعود 26 سنة بجانب ثلاثة آخرين وهم مارولا عماد عبود ناسيم 12 سنة ومريم عماد عبود ناسيم 4 سنين ووالدهم عماد عبود ناسيم 37 سنة جميعهم مصابون باختناء نتيجة دخان الحريق الشقة الأخرى وتم نقلهم من مستشفى أسوار التخصص الترقي العلاج اللازم وجراء الفحوصات التبية اللازمة لهم فيما أصفر الحريق عن مصرع تات أشخاص لهم أصحاب الشقة المحترقة وهم كيرستينا عاطف مسعود 35 سنة ووالدها عاطف مسعود غطاس ومريم راشد خليل 55 سنة تم نقلهم لمشاحت أسوار العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتم تحيين محضر بالواقع وكانت لقت الأجهزة المعنية اختار بحريق هائل في شقة سكنية بممطقة السيل وتحديدا بجوار عمارات الصفوة من أصفر عن مصر ساعتات أشخاص وإصابة أربع أشخاص آخرين في الشقة المجاورة لهم دون المصابين تم الدفع بصلاة الإصعاف نقل المصابين المستشفى أسوار التخصصي وإجراء الفحوصات التبية اللازمة لهم وتم طبعا نقل المتوفين للمشرحة وطبعا وانتقل صلاة الإدفاق للمكان عشان تسيطر على الحريق قبل امتداده لشقة المجاورة وعمل اللازم شكرا